موسيقى موسيقى مرحبا لك جديد بطل فيكن علي عبر شاشة صدا صدا تيفي بحياكم أنا جوال من طالة جديدة وبرنامج جديد من صلة الوصل بها المناسبة أنا بيسعدني حي السيدة ماري حسري أهلا كيف الصحافة مرسي جوال صحفية باحتراف ورح تحكينا عن القلم الصحافي عن اللغة في الصحافة اللغة البيضاء وإلى ما هنالك أهلا وسهلا فيك ماري مرسي جوال خبرنا شوي كيف شقيت أول شي هيك طريقك كيف بلشت بالدراسة وليه خطرت الصحافة؟ خطرتها بصراحة بالصطفة يعني كان بعدنا بالمدرسة ترمينال وبالصطفة اجت لعنا معلمة عم تعلمنا سوسيولوجيا كان بتعرفي دايما الأهل بيوجهوا البنات بمجتمعنا ما قالك إلا تعمل معلمة ما قالك إلا تعمل معلمة صح فبالترمينال اجت للمعلمة لعنا عم تعلمنا علم الاجتماع سوسيولوجيا وكانت هي صحفية ليه ما فوت صحافة يعني أنه حلوة هيدا استفسرت عنا سألات وحاك فيها يعني قدمت عالجامعة وانطلقت فيها كدراسة بالأول التخصص لأنه ضمن السيستام الجامعة لازم تعمل استاج نعم فبلشت استاج من ثانية سنة وين عملت استاج؟ اوه بلشت قوشيب الأنوار رجعت انتقلت على مجالة الجيش رجعت انتقلت على راديو لبنان الحر يعني هون بسياء الجامعة بعدين وبصرت النشرة بيرجع صرت بعدين فتت بمجال عمل يعني موقع النشرة كان عمل موقع الجمهورية كان عمل ورجعت بالتلفزيون نقلت على ثمانة صحافة المرئية المسموعة ضمن تل الميار ومريم تيفير وكذا الكذا وليك وحلق انه في ريلانس تبع كذا ميديا تاني وأكيد مريم عطول عم بتطوري زيتك وتشتغلي على تطوير وتنميات المهارة اللي انت عندك ايها واضح اليوم مريم وقت أحدا يقلك اللغة العربية بتقوم ايام تيك صحيح هذه الثورة اليوم بدنا نعبر عنا اكيد بمحبة وبطريقة بنية جدا للمشاهدين لجيلنا الجديد انه اللغة اليوم بطلت هالقدة مهمة وصرخية كتير اخطاء صحيح صحيح نعكوص الخطر انتما بيقوله نعم ترميل اللغة لانه عن جد شو هوافك مري من هالموضوع عم نفوض لغتنا عم بتضيع بينات القصص السيستام الانترنت اللي احنا هلأ كتير عم نواكبه التطور اللي نحنا عم نفوت فيه عم ينسينا لغتنا لأم لا لأنه عالميا اللغة الانجليزية هي المسالترة فنحنا منعتبر انه معلش اذا تعلموا اللغة الانجليزية اهم اللغة العربية شو رح يستفيدوا منها للأسف الشديد صحيح نعم لانه حتى اذا فينا نلاحظ بسنة بالتقديم الرسمي كان عنا نسبة 70 بالمئة سقوط باللغة العربية وهيدا شي ناتج انه الكتابة كلغة عربية استعيد عنا بالكتابة اذا بدنا نقول لانترنت اللي احنا نكتوب سمارتول 100 بالمئة صح بتلاقي اخطاء كواعد مش لازم تكون عم تقطع بتلاقي اخطاء بالتحريك بعض الكلمات بتلاقي اخطاء بكتابة الكلمة بحرزاتها لانه ما بقى فيه حدا يعطي اهمية هالقات كلغة صحيح للأسف مش بس هيك ماري بتعرف انه لغتنا اليوم كتير مهمة و تحتوي و تنطوي و ينطوي فيها معاني كتير مهمين يعني احنا اليوم قديش نبعد من هالتراس اللغوي و من هويتنا الليبنانية اليوم انا بقلهم لغة بتشكل هوية بتشكل كائن بشري جديد صحيح نحن وينا من هالهوية شو رأيك؟ في بعض الاشخاص المحافزين بعضهم على هيد اللغة يعني ما فينا ننكر في الاساسية اللغة العربية في بعض المتمارسين جدا باللغة العربية سواء بالمجال الاعلامي او بالمجال الحقوقي يعني هول اكتر اشخاص بيستندوا على اللغة العربية ما زالت موجودة عندهم يعني بيجاربو يصعو انه ينقذوها بمحال ما هي بس الجيل اللي طالع جديد يمكن بحاجة بعد انه يتعمق اكتر او انه ياخد اللغة العربية على منحة اكتر جدية على من يقع اللوم برأي ماري حسني؟ ما فينا نقول يقع اللوم على حدا يقع اللوم على التطور التكنولوجي اللي احنا مشينا فيه حتى ما فينا نعتبره هو الملعب لانه نحن نجرينا وكل انسان هو يسمح لهول الاسيا هي تستحوز عليه يعني مثلا اذا انا شخص بعرف لغتي عربية فيه اعمل بوست عربي مش ضروري يكون بس عمل بوست انجليش او انه اكتبو بلغة الانترنت فيه اكتبو بالاحرف العربية ويكون انه مصدر مبين المعنى منه فيه اكتبو بلغة سليمة كمان ضرورية كمانا اليوم اللغة الصحفية او القلم الصحافي اذا صح التعبير خبرنا شو عنه اكدر القلم الصحافي يعاني من هذا الضعف باللغة العربية ببعض المجالات وبعض الامور يعني اوقات فيه السرعة اذا ما نتحدث عن مواقع الالكترونية السرعة اوقات تفرض بعض الاخطاء وما فيه مدققين كان حلو بالصحافة المكتوبة انه فيه مدقق او على القليلة هو الشخص اللي بيعمل الارتيك التابعه او المقال او التحقيق هو مسؤول عنده هو مسؤول عنده من بعض الطبع يوعاد كراءته يعني بيرجع لعنده بيقول له صحح الطبع كيف كان لانه ممكن اخطاء مطبعية تقطع بس انه الخطأ بالاعنام يعني عن جد يشكل فضيحة اكيد كبيرة يعني بس بالمواقع الالكترونية صار يغض الطرف عنا بنتيجة السرعة بنتيجة كذا بس انه فيه كذا عامل تاني بيأكد انه الاخطاء بعضها مش مقبولة لانه منشوف ببعض المراحل فيه اشخاص متخصصين ينتقدون انه لأ هيدا ما بتنكتب هاك لأ هوني يجب نتبه هيدا الخبرية من الاخطاء الشائعة ماري شو فيك تخبرينه بعض الاخطاء الشائعة بتكون مثلا بالقواعد يعني مثلا بعد تنقول بعد كانة واخواتها الخبر يوم صد ما بنشوفه منصوب بطلت هالقواعد موجودة موجودة او مثلا غياب الحركات بالكامل انه لا الشدة لازم تنحط التنوين لازم يكون موجود هو اللي اشيه اساسية لازم يكون واضحة لانه القارئ اللي عم يقرامنه فيه انت شو ما عم توصل له فمجرد ما عطيته التنوين صار فيه لحن النص لانه مش حطينه هيك زينة يعني يعني فينا نقول انه التنوين ماريه هو ركيزة اللغة لغتنا اكيد وللاسف الشديد سقط على ما يبدو لا بحكم السرعة يعني اذا بعطيك كلمة يعبر ويعبر اذا ما حطيت شدة يعني يعبر يعبر تنكتب بذات الطريقة فاذا شلت الشدة عنه ترح تغير معنى الجملة يعبر الرجل غير يعبر الرجل صحيح هذا نوع من الاخطاء الشائعة اللي عم تكون موجودة اللغة البيضاء ما هي اللغة البيضاء هي مزيج بين اللغة الفصحى واللغة العمية فهيدا اللغة فهيدا اللغة سهلت شوي وقربت اللكسيك الصحافي للشعب يعني للعمية مية بالمية هل هي صحيحة هل هذا يجوز او لا مانه غلط بمنحة معين بمنحة معين مانه خطأ لانه كصحافة تكتبين للكل ما عندك انه فئة انا بدي اجاي شللهم من المعجم وحطلهم الكلمات المنمكة وكلهم ما رح يفهموها غير اشخاص بس انا مضطر افكر بعمية الشعب واذا بدي وصل المعنى بمقصده رح استعين بهيدا اللغة البيضاء بس كمان هي سهلت اكتر على المدحة التلفزيوني المرئي المسموع زي ما نحكي عنه اللغة الاقرب الى العالم يعني عندك صحافة ممكن يحكي باللغة الفصحى بس انه عالم ما تحب او بيجي بيحكي بلغة عامية بس هيدا اللهجة مش معروفة وخاصة انه الاعلام صار عالمي يعني بطل مثلا انت عم بتبس بس لاللبنانية تتحكي بلهجة بس لبنانية يطال العالم الاخر صحيح مئة 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 فتتكون مفهومة تتكون عم بتوصل الى اكبر شريحة ممكنة ادرجة اللغة البيضاء وهل يرفعون اليوم الصحفيون رياض هذه اللغة ويعززون استخدامه او لا؟ موجودة نعم موجودة فينا نلاحظ انه على صعيد لبنان اذا ما نحكي بان كل منطقة ومنطقة فيه لهجة فيه لهجة معينة كل منطقة بتختص فيها بس تتشي بتحدى التلفزيون ما بتعرفه الشخص هو من اي منطقة لانه حافظ على اللغة البيضاء اللي قدمها باللغة المناسبة تلك اللي يكون عم يفهم نعم وضعت بقالب يكون بمتناول الجميع صحيح اليوم سبق وحكيتي ماري انه عصر السرعة نحنا عم نركض لنوصل الخبر الجماعات جماع انه لن تتربى نحنا عصر ونثير نقول ان الخبر يكون واصل اللي ستستهدفة الجماعة مستهدفة ما تفضل مرية؟ ما يجب أن يطبق أكثر؟ الاثنين مهمين. لكن لأننا في عالم سرعة وتنتشر الإشعاعات بطريقة كبيرة فالأول شيء تدقى بالخبر الذي تتوصله والتأكد من صحة الخبر الذي يوصل ومن بعض اللغة لكن اللغة تأخذ المرتبة الثالثة؟ الثانية لأنه تدقى والخبر الصحيح والمصدر الموصوق يعطيك الخبر والمعلومة الصحيحة لو وصلت الخبر باللغة المضبوطة والطريقة المسلومة إذن لا يلام الموقع الإلكتروني وقت تكون لغته ركيكة إذا صحبت تعجير؟ يلام بلا يلام لأنه يهم أو الأهم أنه يوصل الخبر بضقة وصحة معلوماته أكيد لأنه يكون ينشر أخبار كاسبة أخطر بكتير من أنه يعمل خطأ ويقدر يصلحه إذن الأولوية للدقة؟ بالمواقع الإلكترونية نعم في المواقع الإلكترونية بالصحف يختلف الأمر لأن الصحف معهم وقت يتأكدوا منه ماذا الفرق؟ الموقع الإلكتروني آني الصحيفة تقريتين نهار فمعيك وقت تفتش عن الأخبار ضمن الصحيفة المكتوبة بينما إذا كنت عم تشتغلي لمواقع الإلكتروني فأنت حالياً مفروض عليك تكون عم تواصله للقارئ أو للشخص المشترك بخدمة الخبر العاجل عبر المواقع الإلكترونية فهذا الشيء يفرض أوقات بعض الأخطاء لكي قلت لك أنه بعض الأحيان تخفر ولكن على شرط أنه يعاد تصحيحها يعني إذا طلع خطأ مطبع يتنقض فقد التاب هو يكتب الخبر ووصل فيه إمكانية يرجع ويفوت يصالحه ولكن يكون مدرك أنه أخطأ ليس ينترك الخطأ لأنه هي كمان جريمة أكبر أن تترك الخطأ خطأ فوق خطأ نعم هذا هي بينما بالصحيفة هي عندك الصحفة التي يكتب في رئيس التحرير الذي هو كمان مسؤول أنه يشرف على المواضيع وفيه المدقك الصحيفة ومن بعد ما تنتبع من طبع نسخة أولية ترجع المواضيع تكرق وبالتالي صرت مسؤولية تريبل وكوادروبل أكثر من أنه الخطأ اللي على المواقع الإلكترونية فساعتا أكيد لا تختفر الخطأ اللغوي بالصحيفة سؤال بالنسبة للصحف المكتوبة اليوم بتلاقي أنه نسبة المطالعة عنا وخصوصا بالكتاب أو الجريدة اشتقنا لريحة الجريدة يعني هذه الصحف المكتوبة بطلت موجودة بقوة ولم تنشر أو لن تنشر مثل ما لازم شو السبب؟ كمان من قول عصر الصراع من المواقع الإلكترونية التطور التكنولوجيا السريع مجال الأعلام متطور بشكل سريع جدا أو الإحمال لدى فريق العمل أو تفضيله للون معين أو طيار معين ما بعتقد أنه في حدا كان عنده صحيفة لا يدرك قيمتها معنويا وثقافيا فبعتقد التأثير الأكبر أنه إلى أين يتجه المجتمع وإلى أين يتجه العالم هو اللي عم يتحكم فيه يعني نحنا ما بقى حدا رح يشتري الجريدة دعنا نحطها أونلاين العنا بصارت كلها أونلاين بس اشتقنا لريحة الكتاب وشتقنا لريحة الجريدة نتصفح الجريدة ونقرية وأنا بتذكر ماري شغلي ع أيام الجامعة كنا ناخد جمل من الجريدة يعني قدي كانت لغويا وبعدها ما زالت حتى الآن حتى الآن حفوان قديشها مهمة أو قدي هالتركيبة اللغوية اللي موجودة فيها هي ريشاس بحت ذاتها ثروي بحت ذاتها لإلنا صحيح لأنه بتقدم معلومات وبتقدم السياقية اللي تكتب فيها الصحيفة متنوعة يعني بتلاقي فيها الفن الأدابي بتلاقي فيها النص السرد بتلاقي فيها المقار بتلاقي فيها الخبر البسيط خبر مراكب بتلاقي فيها تحقيقات يعني متنوعة وغنية جداً وهيدا شيء يعتبر متعددة الألوان اللغوية وفيك تلاقي المواضيع البدك إياها بين رياضة، بين فن، بين ثقافة، أخبار سياسية هيدا الغناء كله ما حت تحس فيه بأهميته أنتوا قابع تقريق على الإنترنت نا اوكي رح تفتح الويب سايت رح تقري الأخبار الموجودة آخر الأخبار حالياً في شيء همك رح تقريب ما رح تقريب ما رح تمنك لواحلك تروح تفوتي على منوعات وتقريبها إلا إذا كان في شيء خبر كثير باريس وهني عنوانوا عليه عملوه هايلايت على السوشال ميديا أو على الويب سايت فانه مثل هني جبروك وين تروحي بينما بالجريدة أنت معي كامل الحرية تنقل اللي أنت بدك ياه صحيح وبأسليب مختلفة ومتنوعة وهيدا شيء كمان يعزز عندك الكتابة له لأنه الخبر أو المقال اللي ينشر بالجريدة أول شيء أكبر من الخبر اللي ينشر على المواقع الإلكترونية ويتضمن أسلوب مختلف الكتابة للمواقع الإلكترونية تختلف عن الكتابة للصحف وهيدا شيء بأعتقد كمان ضعف شوي من اللغة من اللغتنا نحن يعني أو المستخدمة ضمن المجال الإعلامة نعم اليوم ماري فيك كتنس عم يشاهدوك شو بتحب توجه رسالة أقلوا للجيل الساعد بتنسحيوني توجهوا صوب أو نحو الصحافة رغم أنه لغتنا شوي عم تتخبط بهالضعف إذا بيحبوا الصحافة بيحب اللغة أكيد يروح هنا حتى فيهم يكونوا عم يخدموا اللغة مش ضروري بس بالمجال الصحافة يعني حضرتك مثلا تشتغل ترجم يقدي لغة كمانا مهمة بالنسبة لكم سكانوا ترجمين صحيحوا قديشتوا ليموا أكتر بكتير من صحافة عم يكتب مقالة على السريع لأنه في عنكم بيانات في مستندات أو مثلا اللي يشتغل بالمجال الحقوق ما في يطلع قرار أو ما في طل يقدم مقترح قانون فيه أخطاء هذا الشيء كمانا لا يختفر أنه تخيل تفتح الجريدة رسمية يطلع أنه في عندك أنون فيه أخطاء مش مظبوطة هاده كمانا مسؤولية أكبر فكل شخص هو بيحب اللغة رح يكون حريص على الاهتمام فيها نبحر في الحروف ما هيكة ونبحر في ضعف وقوة الحروف شو رأيك حلوة ضرورة لأنه اللغة غنية المعجم العربي مليء بالمرادفات وبالتعابير اللي ممكن الواحد عن جد يستفيد منها هذا الشيء ما بقى عم نشوفه يعني ما بقى عم نلاقي الاستعارات والتشبيه بهيدا المجال يعني فمنا نرجع نشوفه أصلا حتى عصا عصا عيد لبنان إصدار الكتب وإنتاجها خلف كتير جدا خلف كتير فعلا وإذا منعود لكتابة الشعر ماريه اليوم ولا استخدام الألفاظ اللغوية والجمال بالناس هذا الشيء ينطبع على شعبنا على إذا بدك صفات شعبنا الطيب حتى بطلت موجودة خفيت كتير وأصبح السؤال شعبنا بعده طيب وبعده بيحمل حسيمات الأديمة منتوا رأسنا اللغوية أو فقد هالشيء كمان هيدا سؤال آخر يجب نحنا كمان نفكر فيه ونطرحه جديا ولابد إنو نعالجو يوم ما بدنا حملة إنقاذية للغا سواء بالكتب سواء بالشعر يعني مش كل مين ما كتب نثر أو كتب شعر بيشبه بعضهم صحيح هذا الشعر بد يكون موزون على أبيات موزونة الشعراء هن بيعرفوا أخبر مني بهذا الموضوع بس إنو مش اللي كتب نثر صار اسمه شاعفة بمرة أو مش كل مين ما طلع كتاب صار اسمه روائة مع هم اللهم أسليب كتابة وتعبير وبعض الصور مسيرهم التعليمية كمان وخبراتهم وسقفتهم على سعيد اللغة كمانا للوصل لديهم الفكرة يعني بدأ يوصل لك فكرة أنا هلأ بكلمتاني وفي اعطيك وصف ياخذك بالمطرح تاني تصيري أنت أنت عم تقرد يا اتنا تقلب الصورة بمخيلة تلا切ت الامتاد وهيدا هو هدف الكتاب لكن قبل ما نختم لك أنا نحن وياك الماريا 긴 نحن تنقلينا لكم محي محال هل لديك صورة هكا؟ صورة؟ عاليا لا صحيح لكن من سمات الكاتب وصفاته أنه يعرف ينقل الكاتب إلى عالم آخر عالم الخيال والجمال ومش بس الكاتب حتى الصحافي بمجرد ما هو يكون عم ينقل وقايع مفروض كمان يكون عم يعطي الصورة الصحيحة ويكون يعني خلي المشاهد ينجار هو عم يقرأ يعني فيه أوقات تقرأ أولا تصير وبتقولي خلاص ما بقى أبدا تكافة صحيح هي أوقات لأ عم تكافة خلاص ما حدا يحكينا عم تكافة هدا الأرتيق يجذبنا صحيح وهدا كله أساليب لغة مريح حسري كل أتوفيق بمسيرتك المهنية على أمل أنت على طول تكوني بألمك الصحافي عم بتحافظة على تراث لغتنا و هويتنا شكرا جواد شكرا شكرا نحن ويكون مشاهدينا لقاءنا لليوم صار على أي خير وبتعكم أنا جوال من اللقاء آخر من السيديو سادا تيفي واصلة الوصل الله معكم اشتركوا في القناة